السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا عن بزوغ ربيع الاول الشهر الكريم شهر ربيع الاول وفي شهر ربيع الاول هناك ذكرى غالية من الذكريات الجميلة الدينية الفيحاء وهي ذكرى مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين ونريد ايها الاحباب الكرام ان نفتح في كل يوم صفحة جديدة من صفحات نور الهدى الذي سطع على البشرية فسيدنا محمد طاها ابن عبد الله كان مولده منة عظيمة للمؤمنين جمعا في كل زمان وفي كل مكان وهو الذي قال فيه المولى عز وجل لقد منى الله على المؤمنين اذ بعت فيهم رسولا من انفسهم يتل عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين نريد ايها الاحباب الكرام من خلال هذه الاية ان نتعرف على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم عن كتب وكأنه حاضر معنا وكأنه يعيش في اوساطنا لانه بعتته من من الله لقد من الله عن المؤمنين لماذا بعت فيهم رسولا من انفسهم وفي قراءة من انفسهم يعني اعلى وانفس وافضل مخلوق ماذا يفعل هذا النبي يتلو عليهم اياته سوف نتعرف على النبي الكريم وهو يتلو ايات القرآن ويفسرها وبعد ذلك يزكيهم انه يزكي النفوس انه يطهر القلوب انه يرفع المقامات مقام التزكية يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة نتعلم من النبي الكريم كيف يفهم الكتاب وكيف يفهم الحكمة وكذا الصالحاء في التاريخ قبل بوزغي شهر ربيعي الاول يبدأون من قبل يتحدثون عن هذا المولد العظيم كيف نشأ باعين الله ورعايته من اسرة فضل وبركة وكيف كان مولده منة عظيمة كيف كان يتيما فآواه الله وكان فقيرا فاغناه الله وكان ضالا فهداه الله ان الله ينسب كل الفضائل وكل المكرمات الى ذاته العلية وهو يقول ألم يجدك يتيما فآوا ووجدك ظالا فغدى ووجدك عائلا فاغنى نريد ايها الاحباب الكرام ان نحيي صنة وطريقة جميلة اعتاد عليها الصلحاء عبر التاريخ الاسلامي انه قبل بزوغ فجر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لا حديث لهم الا عن هذا النبي وعن صفاته الزكية وعن اوصافه الربانية وعن سلوكه وعن شيمه وعن اخلاقه وعن تصرفاته المغاربة عبر التاريخ عرفوا بانهم يحبون مقام النبي الكريم ويجلون شخصه العظيم وكذلك كل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها انهم دائما يغتنمون هذه المناسبة لكي يتحدثوا ويطيلوا الحديث ويكرروا الحديث للتذكير بالمثل الاعلى للاسلام وهو سيدنا النبي الكريم نتحدث عن سيرته الداتية وعن سلوكه في التربية الروحية والهداية الاخلاقية لعل من اول الدول التي كانت تهتم بهذا الاحتفال قيل هي مصر مصر في عهد الفاطميين في عهد الفاطميين حكموا بلاد مصر وهم اول من وضعوا ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكانوا يتحدثون عن الانتماء الى البيت النبوي وكانوا يقيمون مجموعة من الموالد هناك مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ومولد آل بيته بدءا بعليه من ابي طالب ثم بالصبطين الحسن والحسين ثم فاطم الزهراء وغيرهم هذا كان في عهد الفاطميين في مصر اول من شرع هذه الاحتفالات وبعد ذلك جاءت في المغرب المغرب معروف عبر العالم الاسلامي من الدول التي تحتفل بذكرى مولد خير البرية لقد بدأ ذلك في القرن السابع الهجري في عهد العزفيين كانت هناك في سبتة وفي مليليا كان هناك تجمعات يهوديين ونصارى مسيحيين وكان الناس يحتفلون بميلاد عيسى بن مريم ويقيمون عدة ملتقيات فيها طعام وشراب وتهنئات بمولد عيسى بن مريم فصار الناس يقلدون النصارى فجاء بعض علماء الامة وقالوا لما لا نحتفل بميلاد سيدنا محمد بالفرح والسرور وايضا الاطعام للخاص والعام فبدأ الناس كلما جاءت ذكر المولده إلا وأقاموا احتفالات لكن في عهد الحكم المريمي عهد المريميين سيصبح ذلك عيدا رسميا معمما في جميع شهات المغرب الناس يحتفلون بخاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية كان غرضهم للاحتفال ليس هو أنهم وضعوا بدعة جديدة حش وكلا نعم البدعة هي وإنما غرضهم وهو إظهار مضامين الرسالة المحمدية يظهرون مبادئ هذه الرسالة في ترسيخي قيم الإيمان واليقين وقيم العدل والمساواة والاعتدال وقيم التسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات مجموعة من القيم دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم الناس في أمس الحاجة إليها لأن الناس يكادون يضيعون الموصلة في المثل الأعلى تسيين النبي محمد هو المثل الأعلى الغاية من هذا الاحتفال ومن إظهار هذه الفرحة والسرور وهو تعميم الثقافة الإسلامية حتى يعم السلم بين الناس ويعم الرهاء وتعم المحبة بين كل بني البشر لأن سيين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى رحمة للعالمين فكان العلماء والفقهاء والصلحاء أول من يبدأ يذكر قبل أن تحل شهر ربيع الأول في الثاني عشر منه قبل ذلك بأيام يحمسون الناس ويذكرونهم ويشحدون الهمم وكانت الدولة بمختلف مرافقها تقيم مظاهر لهذه الاحتفالات بشكل رسمي أيضا القوات الشعبية يعني أبناء المجتمع أيضا يقيمون هذه الاحتفالات بتقوس وعدد جميلة في اللباس وفي الطبخ وفي التزيين ويكتر الإنشاد وإحياء اللايالي الدكر في المساجد وفي بيوت الله وحتى في بيوت الخاصة بعض الأعيان كبار المجتمع رجال أصحاب التراء وتجار يقيمون مأدوبات للطعام والشرام ليس من أجل الانتخابات وإنما حبا في سيد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم يبدأون يظهرون شخصية هذا النبي وسيرته العطرة ويجمعون الناس ويقدمون لهم ألوان مختلفة من المطاعم والمشارب والحلويات ويقام البخور والطيب في كل مكان والناس يظهرون مظاهر الزين والتأنق في ألبستهم ويكون هناك جو من الاحتفال الجميل حتى إن المسؤولين في البلد يعبرون عن هذا الفرح نحن ندعو الجماعات المحلية الآن بتلسيق مع منذوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية من الآن أن يبدأ في إظهار مظاهر الفرح والسرور وذلك بأن تستنار المدن بالأضواء هناك أضواء تقام هنا وهناك ولافتات يكتب عليها أقوال النبي الكريم وأيضا آيات قرآنية مثل قوله تعالى وما بعثناك إلا رحمة للعالمين أدبني ربي فأحسن التأذيب مجموعة تعاليم دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم والناس محتاجين إليها تدعو إلى العدل تدعو إلى المساواة تدعو إلى المحبة تدعو إلى الارتقاء أن الإنسان لا يتمسكون بالدنيا كثيرا لأن الناس صاروا عباد الدنيا في زماننا نرتقي عن الدنيا ولا نعظمها في قلوبنا حتى يقل هذا الضغط النفسي والإضطراب بين الناس وكذلك أننا نحمس الصبيان أولاد وبنات على تعلم القرآن الذي نزل على قلب النبي الكريم كان الصلحاء في هذا الموسم المولد النبوي الشريف يعتنون بالكتتيب القرآنية ويشجعون الصبيان على حفظ كتاب الله ويكرمونهم بالمال بل منهم من يجعلها مناسبة لخيتان الأطفال عملية الخيتان للأطفال كتكون في هذا الموسم في موسم ربيع الأول والمحسنون يقدمون قفة العيش فيها دقيق وزيت وسكر ومساعدات أطعام للفقراء والمساكين وتنصيق مع فرق طبية لخيتان الأطفال لأسر المعسرة مجانا وحتى الأسر التارية تتبرك بخيتان أطفالها في هذه المناسبة الجميلة والناس يفرحون يكونوا داك انتعاش للصناعة التقليدية الخياطة والفصالة الناس يقبلون على أجمل التياب التقليدية اللباس التقليدي المغربي الجميل هذه مناسبة عظيمة لتشجيعه وأيضا الطبخ المغربي الجميل يكون في هذه الدرفية موتيا لأنه يعبر عن كرم الله لما يوضع الطبخ والموائد كرم الله فوق الأرض الناس كلهم يأكلون ويشربون ويتنعمون ويتجمعون على موائد الطعام الأغنياء والفقراء والشرفاء وعامة الخلق يعني كلنا سواسية نأكل مما رزقنا الله تعالى فتمتلئ القلوب بالمحبة وتمتلئه بالمودة والناس يبدأون في إعطاء دروس حول السيرة وحول أخلاق هذا النبي العلماء يركزون خصوصا على التخلق بأخلاق هذا النبي ومنهم من يركز على التبرك هناك بعض الزوايا تركز على التبرك وعلى المديح والسماع ونورانية المكان والزمن والعلماء يتحدثون عن الأخلاق تمسك بأخلاق النبي الكريم والتخلق بها في السلوك والتصرفات ولهذا لاحظتم أيها الأحباب الكرام أن المغاربة عبر التاريخ عرفوا من بين بقية الأمة الإسلامية عرفوا باهتمامهم بشخصية النبي الكريم أكثر البلدان في العالم الإسلامي اهتموا بالنبي الكريم بشمائله وخصائصه الخلقية والخلقية هم علماء المغرب نذكر على سبيل المثال القاضي عياض السبتي لما كتب كتابه العظيم ليعتبر من الدرر والذخائر كتب كتاب سماه الشفى بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كتاب عظيم وجليل يقرأ في في المشرق وفي المغرب ولا زال إلى يومنا هذا بعد مرور القرون كتاب لا ينضم في معانير كذلك الإمام السهيلي أيضا كتب كتابه المعروف الشهير رود الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام جميل رائع حتى إنه اشتهر في العالم الإسلامي برمته ثم المغاربة عرفوا بحبهم وعشقهم لسيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن منهم من كان ينضم ما يسمى بأدب الرحلة الحجازية أنه إذا جاء المولد النبوي الشريف نضموا العمرة العمرة إلى المدينة المنورة ذهبوا إلى مكة المكرمة أولا زاروها فكان الإحتفال أولا في مكة ثم يذهبون إلى المدينة المنورة ما يسمى بالرحلة الحجازية آداب الرحلة الحجازية يشوقون الناس لشد الرحال إلى البقاع المقدسة ولعنى من أبرز الرحلات ما يسمى بالرحلة العياشية لأبي سالم العياشي معروف واحدة الرحلة جميلة يتكلم فيها كيف أنه قطع الفيافي والوديان على قدميه حتى وصل إلى مكة المكرمة وكحل عينيه برؤية الكعمة المشرفة ثم لما ذهب إلى المدينة المنورة وقف على الرودة الشريفة وهناك بكى ونقل إلى الأشواق العظيمة كذلك ما يسمى بالرحلة الناصرية لمحمد الناصري الدرعي يحكي حكايات جميلة وآدام رفيعة عن هذه الرحلة المشوقة أنه يدب إلى أين إلى مقام رسول الله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا فكان الناس يقصدون المسجد النبوي الشريف وطبعا كان هناك بعض المغانبة ما عندهم قدرة للذهاب إلى البقاع المقدسة ما عندهم قدرة لأداء العمر فكانوا يبقون في البلاد في أرضهم ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويشكون أمرهم إلى الله وقد منعهم عذر قلة الزاد وضيق ذات اليد لكن لسانهم ينطق بحب النبي الكريم نذكر مثلا الشيخ عبد الرحمن المجنوب كانت يقول الناس زارت محمد ونسكل في قلبي الناس زارت محمد ونسكل في قلبي يعني بلما يمشي زوره راسك لي في القلب دياله في سويداء نفسه هكذا أيها الأحباب الكرام عرف المغاربة من بين بقية دول العالم الإسلامي بحبهم وشغفهم وتشوقهم لسيد النبي الكريم لهذا نريد هذه الأيام المعظمة المكرمة نبدأها من الآن في التشويق وفي التذكير بمقام هذا النبي العظيم حتى إذا جاءت الـ 12 يوما من ربيع الأول كنا في منتغى الازدغار والفرح والسرور فالمغاربة دوما سوف تقام إن شاء الله تقام حلقات الدكر يسرد فيها كتاب الشفى للتعريف بحقق المصطفى للقاضي عياض وأيضا عرف المغاربة بإنشاد المرضة مرضة الإمام المصيري وهمزيته التي كان يقول فيها ليلة المولد التي كانت للدين سرور بيومها وازدئاء وتوالت مشر الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهداء إنها مناسبة عظيمة ينبغي أن نحيها في قلوبنا لأنها مناسبة لتعليم مبادئ الإسلام وغرسها في القلوب ومن بينها سنة السنة الرحل وسنة زيارة الوالدين وسنة اجتماع الأسر على لحظات سعيدة على طيب الطعام وتزيين العيال والأطفال بجمل اللباس والناس يتنفسون في الصداقات والمكرومات تعظيما ومحبة لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الأحباب الكرم علينا أن نفتخر نحن المغاربة تاريخنا ولله الحم مليء بالحب والتمسك بهذا النبي العظيم والتعلق به يكفي أن نذكر بأن الأسر المغربية إذا ازداد لهم ابن أول ابن يزداد أول ابن في كل أسرة الابن البكر يسمى محمدا الابن البكر يسمى محمدا تيمدا بالاسم الشريف وإذا رزقوا بتوأمين إذا كانوا توأمين فكانوا يشرفانهما باسمي السبطين الأدوارين الحسن والحسين كانت القلي عنده جشتوام الحسن والحسين وإذا كانت المولودة بنت كانت المولودة بنت كانت تسمى أيضا بالكريمة لهي للا فاطم الزهراء بنت رسول الله فاطم الزهراء وكيزيد إذا اسمه محمد كيقول سيد محمد يسيدونه ما يقول له محمد ولكت فاطم الزهراء كيقول لا لا فاطم الزهراء نسبة إلى فاطم الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتلم غاربة سبحان الله العظيم معروفين أنهم دائما الصلاة على النبي في أفواههم حاضر معهم في كل وقت تبركا في سائر أوقاتهم حتى لكت النزاعات لك الخصامات ولكت شيئا فيهم النزاع يا ما كتكون في المحكمة ولا في الأسواق كيكون نزاع من أراد أن يفض الخصومات وتهديئة النفوس يردد الصلاة على النبي كيقول له وصلنا على رسول الله صلى الله على رسول الله وكتبرد النفوس ولا بغوش حاجة يأكدوها تأكد كيقولوا بالداريشة وما كتعاود غير الصلاة على الرسول وكيقولوها كتحضر في القلوب ديالهم وفي النفوس ديالهم لأن الله تعالى أمر بيحيد مقال إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن التأكيد أن نزيد ونؤكد بأن المغرب الذي جعله هكذا دائما محافظ على حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن السلاطين المغاربة على مر العصور نأبوا على الاحتفاء بهذه الذكرى العطيرة فمثلا في مغربنا العزيز الحمد لله الأسرة العلوية عرفت منذ زمان بالاحتفاء بجدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فترى دوما أمير المؤمنين يترأس الحفل الديني الذي يقوم يقام بهذه المناسبة المباركة كل سنة عبر التاريخ وتشنف الأسماع بالأمداح النبوية العطيرة والمساجد المملكة كلها تعرف مثل هذه الاحتفالات وفيها يتم إكرام العلماء وحملت كتاب الله تعالى من مختلف مناطق المغرب فمثلا في عهد السلطان المحموب محمد السادس حفظه الله ورعاه قد تكون دائما هناك جوائز منها جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي وغيرها من الأشياء وكان نحض دائما السلطان في مثل هذه المناسبة أنهم يصدرون أمرا بالعفو على الأشخاص المحكم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة لماذا؟ لتكتمل الفرحة بيوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم شحال العائلات الآن عندهم أحبابهم ولادهم المقربين إليهم في السشون وعندهم أمى الكبير بأنه مع بزوغ فجر شهر ربيع الأول سيكون هناك عفو ملكي على أدى الكبير من الناس المحكم عليهم فهي رحمة وفرحة للجميع فهذه مناسبة أيها الأحباب الكرام نريد خلال هذه الأيام كل ليلة نستعرض صفحة جميلة مشرقة من صفحات هذا النبي الكريم وكأنه معنا كأنه يعيش معنا كما قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله أي في قلوبكم الخطاب غير موجه للصحابة من الأنصر والمهاجرين واعلموا أن فيكم بل موجه الخطاب لكل المسلمين في كل زمان ومكان واعلموا أن فيكم رسول الله أي في قلوبكم ونفوسكم فصلوا جميعا على رسول الله ونسأل الله تعالى أن يهل علينا فجر ربيع الأول بالخير واليبني والبركات